طريقة السلف في حفظ قرآن كيف كان الحال السلف مع القرآن كيف كان حال السلف مع القرآن هل هجر القرآن هل كانوا يقرأون القرآن دون تدبر ولا عمل هل سمعوا قرآن بذلك شكرا الاجتماعي لا هذا ولا هذا هفظ يومي الالقرآن ونظر في تفسير هذه الاجتماعية وستعان بالله العمل لابد ان نتبع السلف اولا نصحح القراءة ونحفظ العيات ننظر في تفسير هذه العيات لكن تفسير مختصر يعني لا نطالع المطولات من التفسير ونستعين بالله العمل اول سورة والأهم سورة الفاتحة لأنها ركو من أركان الصلاة الخطأ في الفاتحة قد يؤدي إلى بطلان الصلاة نبدأ بالفاتحة ثم نحفظ قصار السور من الزلزلة إلى الناس والله أعلم ثم نحفظ قصار السورة من الزلزلة إلى الزلزلة إلى الناس والله أعلم